اشتركوا في القناة ميال جلالة الملك المفدى واخيه جلالة ملك المغرب ايدهم الله واعرب سعادة الوزير عن حرص البحرين على تأكيد دعمها للمملكة المغربية الشقيقة في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وامن اراضيها من جانبه اعرب معالي سيد ناصر بريطة عن تقدير المملكة المغربية لزيارة وزير الخارجية الى مدينة العيون باعتبارها اول زيارة لوزير خارجية لهذه المدينة والتي تجسد عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتطورات الاوضاع العربية والاقليمية بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر